مبدئاً الفقرة اللي هنبدأ بيها العدالة بين التسريب والتخريب لكن عايزة أولوك على حاجة بصراحة كده في الفصل بقول للمهندس عدلي هنبدأ بالعدالة بين التسريب والتخريب قال حتى أنا ما عادرش أقوله هو اللي يعرف يقوله قل لي قلت لي ده زي ايه لما أنا بقولك يعني ايه مضمون الفقرة قلت لي الناس ماسكة في الواقع وعملين يقول هنعاقب اللي صرب وعملين كل التحقيق مين اللي صرب مش الواقع حقيقية ولا لا ومعناها ايه والكارسى دي تعالج ازاي لكن مين اللي صرب يعني دي عاملة زي واحد دخل على امراته لأمعة واحد مين ده يا مجرمة قالت له انت ايه اللي جابك دلوقتي مين ده يا مجرمة قالت له ما تغيرش الموضوع مين اللي صرب يعني حاجة انت جاي بدري ليه اه ايتم مش معادك دلوقتي فهو مين اللي صرب مين اللي صرب دي اخر مشاكلك يا معلم انت وهو اه يا جماعة التحكيم مشكلته اسرة التحكيم مش برا اسرة التحكيم اتفقوا انتوا على بعض كيف تنهدوا بالتحكيم الاول وان عندما تتفقوا قدموا نفسوكوا انما صراعات 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 وكل واحدة عايزة يوقع تاني بعدت تقولوا الاندائي ما بتاخدش حقاه ما انت اعمل ايه طيب العدالة بين التسريب والتخريب الدور الرجع والدور الاستثناء السنة دي كلكم فيعارفين النظام هيمشي ازاي عشان كده المسابقة بادية عنيفة جدا لان هو ده نص دوري حيتكلفت بسرعة وناس هتلاقي نفسها بسرعة داخل ضمن التسعة الاخارة اللي حيصفوا على البقاء او الناس اللي بتحارب دلوقتي عشان بدر بدر تحجز مكان في المنطقة اللي فوق في التسعة اللي فوق اللي حينفسوا على التتويج والمراكز المتقدمة فعشان كده بدأت البطولة بجدل تحكيمي عنيف جدا الحقيقة النادي الاهلي قبل ما يلعب المباراة الاولى بتاعته مع السيراميكا كيلو باتر استشعر الخطر من اللي شايفه في المسابقة ومؤشراتها فبعد جواب الاتحاد الكرة من كام يوم وقبل ما يلعب المباراة الاولى قال لهم في ايه ارسل النادي الاهلي ده حسب البيان اللي طلع من النادي انه النادي الاهلي بعد بيان للاتحاد الكرة الماضي المصري خطابا للاتحاد المصري كرة القدم يطلب فيه سرعة اسناد مسئولية وادارة لجنة الحكام الى خبير اجنبي يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة وهو الامر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الاندية في 18 سبتمبر الماضي كما طلب النادي ايضا بتوفير الاجواء الصحية التي تساعد الخبير الاجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الاندية المتنافسة واشار في ذات الخطاب الى ان البوادر التحكمية التي شاهدتها بعض المباريات في الجولة الاولى من المسابقة لا تدعو للتفاقل وتنظر بما هو قادم ده خطاب النادي الاهلي لاتحاد الكورة بيقول له بص بقى من اولها بانت لبيتها بصراحة الدنيا ما تبشرش وهنا عايز اقول حاجة يا بشواندس لانه الناس راحت في سكة الاهلي هيفرض على اتحاد الكورة خبير اجنبي اه افرد يعك طيب هو هيفرض استاذ ابراهيم الخبير اكلاتنبرج مين اللي جابه ورشحه تحاد الكورة ميده اه ميده اللي رشح مين اللي مشاه مرتضى منصور جمال عبد الحميد طلق عليك هنمشي اه ليه ما عجبهمش ايه انه كان ماشي دوق يعني كده طب التاني مين اللي جابه مين حازم حازم امام يعني الاهلي برا الموضوع انت اي انسان مش هيمشي طوع مش هحدش حيب طيب طب اه اه يعني ما هو فكرة ان انه مش عايز اجنبي انت ليه عايز ناس تبقى وقعة تحت تأثير الضغوط اه الراهنة للكورة المصرية ليه طيب بصوا يا جماعة ما هو اللي حاصل ده الاهلي تكلم قبل ايه يعني قبل كل المشاكل اللي تفجرت عن التسريب والتشريب في اللجنة الاهلي تكلم قبل ايه لكنه استشعر ان فيه مشكلة كبيرة جاية ولما قال قال لك هات خبير اجنبي ولما قال كان بيأكد على ما تم الاتفاق عليه عشان ما يبقاش بس الكنسبت بتاع الموضوع ان الاهلي هو اللي بيفرض لا الاندية كلها في الاجتماع اللي اتعامل مع ربطة الاندية ومع التحضر طلب ما العلم قال كده واعلم في التصريحات بعدها بيومين كل الجرائد نشرت ما تم الاتفاق عليه هتشوفوا مثلا الصورة من اللي نشر في المصر اليوم انه تم الاتفاق على استخدام طاقم او خبير اجنبي ده اللي موجود هتشوفوا اللي نشر في المصر اليوم دلوقتي حالا طيب اهل المطلوب وشركة عالمية تضع جداول للموسم الجديد واتجاه لتعامل خبير اجنبي للجنة الحكام ده يا جماعة اتنشر في عشرين تسعة عشان نأكد لكم انه الاهلي لما تكلم كان بيتكلم وفقا لسياق عام وفقا لرغبة بقية الاندية كلها اللي حصل ايه بقى طب الاستاذ جمال علام الراجل طلع قال هنجيب خبير اجنبي ليه ما جاش خبير اجنبي ليه الامر احتاج ان احنا في بداية شهر 11 الاال يقول له فين الخبير الاجنبي اللي انت قلت عليه كابتن جمال الغندور لما اشتكى من حكاية ليه يجي خبير اجنبي وهو كابتن عصام عفتاح وبقية خبراء التحكيم بيدافوا عن حقوقهم اللي بيروا ان هي مشروعة في ان هما يترقسوا لجنة الحكام او غيرهم من الخبراء المصريين لكن فجأة الدكتور اشرف صبح وزير الشباب الرياضة اجتمع بالاستاذ جمال علام والكابتن جمال الغندور وتقال انه الاستاذ جمال علام خلاص الراجل نسل كلام اللي قاله مع رأساء الاندية وقال له خلاص هنكمل باللي موجودين واللي ييجي بعد 10-12 انتخابات اتحاد الكرة يشيل الشلة بس اللي مقالوش انه قاله اللي ييجي بعد 10-12 وبقابلني ده اللي يعيش لعشرة مش ممكن يا جماعة مشكلة الرياضة والكورة القدم ليست في النظام اللي سهل جداً أي حد يطبقه المشكلة في إرادة التطبيق النظام ما فيش كلنا عايزين نحرك الأمور على رؤيات شخصية طيب أنا سألك سؤال هو مين اللي يزعل إن احنا نقول جيب خبير أجنبي وما قلناش فلان الفلاني حتى ما تجيب خبير أجنبي إيه اللي يزعل أي نادي لما تقوله الكلام ده إلا إذا كان فيه ترتيب هو عارف بس ده على طريقة العميد سيارة تشيله مسلسيات المستشار عايز بطولة فهنجيب له حكام مصرية يعني دي جمل بقى اللي عايز يفتكره يا فتكره ها جمل طبعاً دي جمل يا جماعة دي جمل اللي يحبه ده لا دي جمل اللي يحبه ايوه